بولندا منظمت عرضاً عسكرياً استعرضت فيها أحدث أسلحتها وأنظمتها للدفاع وتجمعت الحشود في العاصمة وارسو لرؤية دبابات أبرامز وأنظمات المدفعية المتنقلة هايميرز وصواريخ الباتريوت الأمريكية الصنع إلى جانب طائرات F-A-50 المقاتلة والمصنوعة في كوريا الجنوبية ومدافع هاوتزر وتجدر الإشارة إلى أن عمليات تحديث الجيش البولندي عززت قدرات البلاد الدفاعية وقد حل العتاد الجديد محل أسلحة ومعدات سوفيتية وروسية الصنع قدمتها بولندا لأوكرانيا